أتحدث إلى جانبي الممثلة كارين رزالة كارين مساء الخير قلتي لك أنت بالصحات بس مش عطول بجل ديب عم تتفتلي يعني شو بيعني لك أنك تكوني بصحات ثورة بهالقيا؟ بيعني لأنه نحنا يا ما تحملنا يا ما عشنا ما عنا قدنا حقوق حيالة مواطن بحيالة بلد بالعالم نحنا عم ندفع دريبنا عم نشتغل حقنا يكون عنا يعني نحنا اليوم عم نطالب بكهرباء عم نطالب بماء عم نطالب ببنى تحتية عم نطالب بأشياء هولي كانوا بديهة أنه يكونوا موجودين عنا وهلأ اليوم الصدمة الأكبر أنه نحنا بعد 8 يام اكتشفنا أنه نحنا عم نطالب أنه بس حدا يسمعنا يعني سلنا 8 يام بالترقات ما حدا عم برد علينا وهيدا شيء خطر أنا بحسه أنه نحنا ماشي يعني إحنا ماشي إذا هولي الحكام عم بيحكموا هيدا البلد عم بيحكموا مين مش الشعب إذا ما عم بردوا على الشعب هني مين حكمين حكام عمين كتير غريب يلي عم بيصير بديهن العالم أنه بعد 8 يام بعدهم موجودين على الأرض أنا بقلهم هيدا فرستنا وبتصور رح تكون الأخيرة أو هلا أو رح نبقى كل حياتنا معنا قدنا حقوق الإنسانية شكرا شكرا